التهمة جاهزة والمشتبه في قبضة قوات صائقة بمديرية طور الباحة في محافظة لحجة تلك هي قصة الشاب عبد الملك أنور السنباني وما كان بالأمس مجرد خبر عن إلقاء القبض عن مشتبه في الانتماء لجماعة الحوثي إن فردت به صحيفة الأيام العدنية تحول اليوم التالي إلى قنبلة مدوية حيث كشفت أسرة الشاب السنباني العايد من الولايات المتحدة الأمريكية لزيارتها في اليمن أن ولدهم تعرض للاعتقال والتعذيب حتى الموت في حاجز أمني تابع لقوات المجلس الانتقالي بينما رجحت رواية أخرى أن السنباني أعدم بالرصاص من قبل عناصر اللواء التاسع صائقة في النقطة الأمنية بطور الباحة ثم نقل إلى مستشفى الجمهورية في عدن لا روايات أخرى سوى تلك التي أفصح عنها أقرب السنباني وكانت مضادة للروايات الصادرة عن قوات الصائقة في طور الباحة الذين حاولوا إخراج الجريمة بأكثر من شكل لكن جميعها أدت إلى نهاية واحدة إنهاء حياة شاب في الثلاثين من عمره على أيدي عناصر منفلتة وبلا مسؤولية هنا يعرض الشاب مشاهد من رحلته في إحدى المطارات وهو عائد إلى الوطن قاطع عبد الملك مطارات ودول العالم ولم يعترضه أحد لكن فور وصوله إلى اليمن اعتقلوه وعذبوه ثم نهبوا مدخراته وقتلوه كان عائدا يتحدث بكل نشوة عن لقاء أسرته التي لن يلتقيها أبدا الرحلة انتهت لكنها بدأت لفصل آخر من حكاية شاب مغدور قد يضيع دمه في متاهة غياب الدولة التي سدت فراغها الميليشيات المدعومة إيرانيا وإماراتيا